كابتن خطيب رئيس النادي الأهلي النهاردة كان في زيارة لاتحاد الاماراتي للكرت القدم وكان في استقباله سعدة الشيخ راشد بن حميد رئيس اتحاد الامارات وده كان في مقر الاتحاد في عجمان والمقابلة دي حضرها عبدالله بن سعيد التعيمي رئيس مجلس ادارة نادي عجمان الأسبق وأيضا عبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي الحقيقة مناسبة كانت مهمة للتأكيد طبعا على الروابط الكبيرة اللي بتجمع بين الدولتين والحقيقة رئيس الاتحاد الاماراتي وجه التهنئة الكابتن خطيب على مشوار النادي الأهلي الناجح واللي كان آخر محطاته طبعا تتويج النادي الأهلي بكاس سوبر افريقيا وعدد كبير جدا من نجحات اتحققت طبعا في الفترة الأخيرة وكان يعني حوار الحقيقة بيأكد على علاقات الودية الكبيرة اللي بتجمع بين الأشقاء مصر والامارات طبعا تاريخ طويل وكبير جدا على كل المستويات الحقيقة مش بس على مستوى الرياضة بس والحديث كمان تطرق الكلام على الكرة العربية بشكل عام والكرة المصرية والاماراتية بشكل خاص وخصوصا انهم بيشهدوا تطورات كبيرة في الفترات الأخيرة